أهلا بكم في هذه التغطية والتي نتابع في تفاصيل الحربة الروسية على أوكرانيا مزالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذ رئيس الروسي بلادي مار بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي حيث تدخل اليوم الاثنين اليوم الخامس على التوالي مع محاولة مجلس الأمن الدولي لتهديئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النهار قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على الأمريكيين أن لا يقلقوا من الحرب النووية وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على إعلان الرئيس الروسي بلادي مار بوتين بوضع قوات الردع في بلاده التي تضم أسلحة نووية في حال التأهب قصوى كما قال الرئيس الروسي إن العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي أجرى مشاورات في مؤتمر بتقنية الفيديو مع المستشار الألماني وحلفاء آخرين وأوضح البيت الأبيض أن المؤتمر استمر نحو ساعة ونصف بمشاركة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء الياباني ورئيس البولندي ورئيس الروماني ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والأمينة العام لحلف شمال الأطلسي الناتو قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنصق مع الحلفاء بعد الإجراءات الإضافية ضد روسيا متابعة سنفرض المزيد من العقوبات إن لم تخفد روسيا التصعيد أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 31 أو 31 نقطة قيادة واتصال الأوكرانية و81 منظومة دفاع جوية و75 من قطة رادار وفقا لخبر عاجل بثته القناة العربية منذ قليل وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكرانية يلقون أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية وتقدمت روسيا باحتجاجات للولايات المتحدة بشأن مظاهرات عدوانية قرب منشآتها الدبلوماسية تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بناء على طلب الدول الغربية يدعو إلى عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة لإتخذ أعضاؤها موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا وأيضت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول التي تقدم لأوكرانيا الأسلحة الفتاكة ستتحمل المسؤولية وقالت وزارة الخارجية الروسية لن يتم ترك العقوبات الأوروبية دون رد قاص وفقا لخبر عاجل بثته القناة العربية منذ قليل أيضا طلب رؤساء ثمان دول أوروبية منها بولاندا والشيكا بمنح أوكرانيا عضوية لاتحاد الأوروبي فورا وفقا لخبر عاجل بثته القناة العربية منذ قليل أما عن البنتجن فقالوا سنواصل إصال السلاح إلى أوكرانيا والجيش الروسي يريد السيطرة الكاملة على كياب فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتجن أن الأوكرانيين يدافعون بقوة عن عاصمتهم موضحا أنه لا توجد آلية لفك النزاع في أوكرانيا حاليا أيضا أضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تناقش فرد منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وتابعا أرسلنا قوات إضافية لأوروبا استعدادا لأي طارق في دول الناتو أيضا تابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نعتقد أن الروس تأخروا بضعة أيام عن الوقت الذي حددوا للسيطرة على كياب وسنواصل تقديم المساعدة الأمنية لجيش الأوكراني وأيضا قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سنواصل إيصال سلاح إلى أوكرانيا لافتا إلى أن أعلان الرئيس الروسي فلاديمار بوتن عن تحريك رؤوس نوؤية غير مفيد وممتزم باستخدام قدرات الردع وضف أيضا متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الأوكرانيين شكلوا مقاومة فاعلة والروس بدأوا يشعرون بها مؤكدا أن الجيش الروسي يريد السيطرة الكاملة على كياب إذن في هذا الصبر ما زالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمار بوتن على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي حيث تدخل اليوم الاثنين اليوم الخمس لها على التوالي مع محاولة مجلس الأمن الدولي لتهديئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق أنهار قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب على الأمريكيين أن لا يقلقوا من الحرب النووية وتأتي تصريحة الرئيس الأمريكي ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمار بوتن بوضع قوات الردع في بلاده التي تضم أسلحة نووية في حالة أهوكسوى كما قال الرئيس الروسي إن العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي أجرم مشاورات في مؤتمر بتقنية الفيديو مع المستشار الألماني وحلفاء آخرين وأوضح البيت الأبيض أن المؤتمر استمر نحو ساعة ونصف بمشاركة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء الياباني ورئيس البولندي والرئيس الروماني ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والأمينة العام لحلف شمال الأطلسي ناتو فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنصق مع الحلفاء بعد الإجراءات الإضافية ضد روسيا متابعة سنفرد المزيد من العقوبات إن لم تخفد روسيا التصعيد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 31 نقطة قيادة واتصال أوكرانية و81 منظومة دفاع جوية و75 محطة رادار وفقا لخبر عجل بثاته القناة العربية منذ قليل وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني يلقون أسلحتهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وتقدمت روسيا باحتجاجات للولايات المتحدة بشأن مظاهرات عضوانية قرب منشآتها الدنماسية أيضا تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بناء على طلب دول الغربية يدعو إلى عقد جلسة طارئة اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول التي تقدم لأوكرانيا الأسلحة الفتاكة ستتحمل المسؤولية وقالت وزارة الخارجية الروسية لن يتم ترك العقوبات الأوروبية دون رد قاس وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل طلب رؤساء ثمان دول أوروبية منها بولندا والشيك بمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي فورا وفقا لخبر عاجل بثته أيضا قناة العربية منذ قليل أما عن البنتجن فقالوا سنواصل إيصال السلاح إلى أوكرانيا والجيش الروسية يريد السيطرة الكاملة على كييف فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتجن أن الأوكرانيين يدافعون بقوة عن عاصمتهم موضحا أنه لا توجد آلية لفك النزاع في أوكرانيا حاليا وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تناقش فرد منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا متابعا أرسلنا قوات إضافية لأوروبا استعدادا لأي طارق في دول الناتو وأيضا تابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نعتقد أن الروس تأخر بضعة أيام عن الوقت الذي حددوا للسيطرة على كييف وسنواصل تقديم المساعدة الأمنية للجيش الأوكراني وقال أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سنواصل إصال السلاح إلى أوكرانيا لافتا إلى أن إعلان رئيس روسي فلاديمار بوتون عن تحريك رؤوس نووية غير مفيد وملتزمون باستخدام قدرات الرضع كما أيضا أضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الأوكرانيين شكلوا مقاومة فاعلة والروس بدأوا يشعرون بها مؤكدا أن الجيش الروسي يريد السيطرة كاملة على كييف إلى هنا تنتهي هذه التغطية انتظرونا في متابعة جديدة على مدارسة شكرا لكم كنت معكم شروع جديد إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم